موسيقى من جدد تحييتنا لكم أصدقائنا المشاهدين على أمل تكونوا عم تقدمان أوقات حلوية محطتنا هلأ مع مايا زغيب خبيرة في العالم الرقمي والتسوق الإلكتروني دايما مايا بتطرح مواضيع بتصير تساؤلات كتير اليوم بدأت تخبرنا عن خرافات متداولة يمكن نحنا منمشي فيها ومنصدقها وهي عبارة عن بين هلالين خرافات مرحبا مايا مرحبا سحر كيفك اليوم سبا حمده يعني هيك أخذت منك وقت لأعرف شو الموضوع لأخذت مواضيعك دسمي وخاصة هكي كلها بدأ يعني بدأ الواحد يكون كتير إن بعالم سوشال ميديا شو الخرافات يلي نحنا منصدقها ومنمشي يمكن عبرها وضمنا وهي مجرد خرافات يا مايا من وين بتحبيت بالشي أكيد هلأ هي مش بالسوشال ميديا هي بحياتنا الواقعية نحنا منصدفها يوميا هيك إذا بديك أخبار أو عرف هيك صرنا خلاص سيبتين عليه أنه ما لازم نعمل هيك لأنه بيصير هيك اليوم حنتحط إذا بديك كمية منها لأنه في دراسات تبينت أنه هشي مش مزبوط رح نبلش هلأ إذا أغلبيتنا أنت من الأشخاص اللي طلعت يسحل مش منطبها حتى للموضوع تعرفي ليه لأ أنا ديما ما بتعبب بنزين لا أبعب بنزين بس ما بتطلع على شمال ولا يمين بروح لمحل بديع لأنه ما عندي بواندوروبار إنه كله هيك مشان هيك ما بركز هلأ أنت لفت تيلي نظري خلاص بدي ركز بس وصل على ترومبا شو لازم أعمل ساحة لا هي عالميا نمنتبه نحنا على محطية البنزين في عنديك تلات نقاط ديما وطبعا بدي هي ممنوعة تدخين على محطية البنزين بديك تطفي المحرك وقت اللي منوصل على المحطة أنا أكيدة أصلا ما بدخين لشان هيك ما بلتزم بأول واحدة لأني ملتزمة فيها عطول تاني واحدة طبعا عطول بتطفي السيارة تالت واحدة إذا منتبهين لكمانا المشاهدين أنه بينطلب مننا نطفي هاتفنا وقت اللي منوصل على محطية البنزين هلأ معظمنا طبعا وكلنا إذا بديك منلتزم بأول اتنين بس نحنا شفتش مرة حدا وصل على الترمبا عمل أول اتنين ورجع طفة تليفونه بتخيل محطة يمكن منتبه لأ هلأ ليه بنحطه طب هيدا الأنزار ليه موجود الصنع على الترمبا من قبل يعتقد كان لأنه التليفون كان البطارية طبعا كتير كبيرة وهي بالتالي مفصولة عن الهاتف يعني فيها توقع إذا أنت وقفة على الترمبا وعم تخدمه كلمة هاتفية فيه احتمال توقع يوقع الهاتف تنفصل البطارية وبالتالي ممكن تعمل شرارة وتأدى إلى اندلاع خريق هيدا الشي كان من قبل عطول ينبهوله مع أنه ما في حالات موثقة أنه صايرة هيدا العملية بس فيه هيدا التنبيه الدائم بعصرنا هلأ بطارية صارت بلتقن بالتليفون يعني هيدا الشي من سابع المستحيلات أنه يستير أنه ممكن تؤدي لشرارة هلأ بطبيعة الحال لنظر طبعا عطول خير أنه ننبه منه بس بوقتنا الحالي يمكن صار خلاص لازم نستثني عن هيدا الأنذار لأنه ما بقوير دي أنه تنفك البطارية عن الهاتف إلا إذا كان معنا هواتف قديمة يمكن بطارية تعمل طيب هو مايا بس يوقف الموضوع ما يكون أو ما يعود إذا بدك إليه جدوى لي من ضل حطين الإنذار يعني هلأ الكل بيعرفوا أنه البطارية صارت تليفون أصلا كله صار الأدية سحيح يعني أنه إذا خلاص ما بقى لها محل أو مكاني لي من ضل حطين الإنذار هلأ هيدا ما بدنا نسأل لأ قلك لأهولي عن جد من القصص اللي نحنا مثل عرف صرنا معتمدين عليه كيف وقت الطبخة بتقليك أميك هيك لازم تنعمل مش هيك بينما يمكن إذا غيرنيها مش خطأ أنه تتغير بس ببقى خلاص نحنا معتمدينه بس برجع بقلك حتى حالات موضطقة أنه صاير هيدا الشي بسبب هاتف ما لنها صايرة بالتالي فيه هيدا الأنذار موجود لكن بعالم التكنولوجيا هيدا 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 إذا بديك رأي الخاص لا بيدلن ما بتعرفي شو ناطرك هيدا اللي أنا بلاقي يعني يمكن يصير شغل نقول خير ما أنه أنذرنا منا أنه ما تصير بس هو ما صار بعد شي موضطق سو ممكن يكون الأنذار دائما أنه لما لا سمح الله يؤدي بعدين لشي بس بشك أنه حدا عم بيلتزم بإطفاء هاتفه على المحطة بس يجي ليعبي بنزين بالأحرى منشيك شو عنا مسجز بالعكس من بلش نشتغل الإشياء المكسورة علينا بس نقف لنعبي بنزين دغري العكس يعني لعكس هو الصحيح شو عنا شي تاني كمان هو من الأمور المتداولة واللي هي خاطئة أو ما عم نستعملها بس كمان لنبيه أنه هو دايما كل شي متعلق بالسيارات والهواتف هنا أصلا ما بيتطفوا يعني أنت قيادة السيارة وتاكسينج أو تاخده كله طبعا منشان هيك بتشوفه دايما فيه تباعد بين أنه كل شي متعلق بالسيارة بيصير فيه إذا بديك تحذير أنه ما يكون إلو صلة بالهاتف يعني هلأ عم تقولي شغلة كتير مهمة بليز بليز ما تقعدوا تكتبوه وتبعتوا مساجات أنتوا عم بتسوقوا هايدي صرنا إلينا 100 مرة لأنه عم بيعملوا 100 أكسيدان وبيكون ماشي عم بيحكي وعادي وعم بيطال ما فيك ما فيك تركز عم يتشغلة أكيد أنه هايدي هون فيه حياة إنسان ياريت ما نوقف واللي عشو بدنا نوقف يعني ما إحنا إذا بدنا نحكي عن لازم نوقفهم بلبنان ما منخلص صحيح شو بعد؟ يعني هايدي من الإنظارات اللي متشكرك أكيد صحيح ومتشكرك مايا لأنه ضويت عليها شو كمان فينا هكين الفتصان نظرون؟ في موضوع الساعة إذا بدك هيك تنحكي فيه عن ذكاء الاصطناعي وأنه كلنا من تير نقول جاي الذكاء الاصطناعي يخذ مطرح وظائف هي يمكن تير أبسوليت وقتل بس هفكرة كتير رعب الموضوع يعني أنت لما بتفوتي وبتقري ما بده هالقدي ومش هالقدي رعب كتير الناس ماية وتنكس أنك عم تحكي بهذا الموضوع أخذينه رعب أنه نحن بدنا نقعد ببيوتنا خلاص هلأ اخترعوننا الذكاء بدنا نقعد بلا شغل ليش هالقدي عاطينه صفة الرعب ما بده هالقدي يعني لكن هلأ هو كل شي بيجي جديد تقنيات جديدة نحكي بالمطلق أي تقنية جديدة تكنولوجية فاتت طبعا أخذت معا يعني شيلت من ضربة وظائف كنا نحن نعتمدها قبل لأنه تكنولوجيا عم بتحل محل وظائف كمانا متواجدة كانت سابعا بس هي عم تخلق فرص عمل جديدة يعني عادة عن أنه فيه أشياء ممكن تروح أكيد ما عم بقلك منه رعب يعني اللي رح نحكي هلأ بنصايح إذا بدي كاكي على السريع تمازيح كتير عن موضوع الحلقة بس هو فيه عندك بالذكاء الاصطناعي تطبيقات بتساعدك بشغلك بأنه تقدم لك شغلك وفي كتير وظائف فيها تعتمد على الذكاء الاصطناعي بأنه تنمي مهارات أو سكيلز معينة نعمل أبسكيلينج لمهاراتنا مثلا نحن حتى هلأ عم بيجيسير فيه مطالبات دايما بالجامعات أيضا اختصاصا كان يكون دخله الذكاء الاصطناعي لا يعرف يتماشى لبل مستقبل مع تقدم التكنولوجيا يعني بيشكلها يعني نحن ما بدنا نخاف بدنا نتقدم بدنا نعيش التقدم ما تعرفي فيه حماية اجتماعية لمعظم أصن وعننا في لبنان حماية اجتماعية لمعظم الوزائف اللي ضحدت بطلة موجودة من الدكتلو وغيرها بس نحن هون بس تقولي أوكي بطل في دكتلو بتقولي فيه عندك بديل فينا نتعلم على الحسوب فينا نتعلم على مهارات جديدة أكيد ما منوقف أنه خلاص صارت بطلة موجودة وبصورية هذه المهنة بنا نتقدم منشان هيك نفس الشي بدكي الاستناعي هيدا تما نخاف أنه لأ جاية مطرحة وظيف جديدة أو أنا هالوزيفة خلاص ذكي الاستناعي أخد محلي من اللي بيشغل ذكي الاستناعي؟ ما الانسان ايك ذاكي يعني حيالها شي داتا عم بتشوفيها هي فيتة داخل تطبيقات ذكي الاستناعي نحن اللي عطينا يعني نحن كبشر نحن كبشر عطينا المعلومات مزودين بالمعلومات يعني كيف هي بدت تتفاول هي هيدا الفكرة صحفة أنه ممكن تتفوق على الانسان بنحي من النواحي أو ممكن تاخد محله بس كمينا لما منرجع لفكرة أنه ما نحن حاطين فيها المعلومات نحن إليلا كيف بدت تشتغل ما نعود خايفين من الموضوع هقاطي مثل الصغير وقتل بيصير أيام تخويف كمينا أو تهويل أيام من الأعلام في مرة صار في مقابلة حطوها أنه بين ربو ذكاء استناعي ومقابلة مع اتنين هنه أعلامية أو صحفية وسألوا الذكاء الاصطناعي أنه أنت إذا صر لك أو صح لك أنك تتمرد على البشرية وأنك تطلع من ذاتك أخذوا مننا إذا بديك الداركسايد أنه صار يقول للربوء أو ذكاء الاصطناعي أنه أنا ببدي كون محدود بهالقدرات المعينة وبدي يطور ذاتي وبديك يعني أخذ الكتال مظلم من الموضوع وصار في تهويل وتخويف وكيف بدوا يتمرد على مين اللي يزودوا بالإجابات للربوء ذكاء الاصطناعي رجعت توضحت أنه ما مننا نخاف ضغري أو ننوهل من أي شيء من قري ما هو بالتالي كله داتا هي سرعة البروسيسنج للذكاء الاصطناعي هي اللي بتميزه لأنه أسرع من الإنسان صحيح بس الداتا هي بطبيعة وضع الإنسان فما كتير مبدأ للأدخو منشل هيك كوظائف كمانا لنشيل هيدا المعلومة الخاطئة بالعكسية في مطرح معين رح تنمي لنا مهاراتنا ومطرح تاني كمانا رح تخلق فرص عمل إضافية وجديدة ولو صار في وظائف قلص قطع الدهر علي منا نمشي حيننا نشط حيننا أكثر أنه نشحت مهاراتنا بالتكنولوجيا والمعلومات التقنية أكثر هي أصلا تكنولوجيا معمولة لخدمة الإنسان مش للدر الإنسان فمزبوط معك حق أول ما يطلع شي جديد أو فكرة جديدة بدنا نتفاجأ بدنا نسأل بس ما نعيش برعب هيدا هي الفكرة لأنه هي لخدمة الإنسان مش نحن لخدمتها شو بعد بدنا نحكي عن الأمور الخرابية أوكي هلا كمانا هيدا بنت إذا بديك تنزار أو تحذير وهو شوي يمكن الأشخاص بتعتقد أنه إذا اعتمدوا هيدا الطريقة ممكن ما يلأتوفيروسز أو يكونوا متخفيين كليا فيه عندنا وضع المتخفي أو الوضع التصفح الخاص بنعتمده وقت المنفوط على البراوزينج هيدا الطريقة طبعا هي بتخفي لنا إذا بديك الهيستوري سورج هيستوري إذا نحنا مش حبين أنه يبين وين فتشنا أو نرجع بالبراوزر تبعنا بس نحطي الهيستوري بيبين عنا كل شي نحنا ديجا تصفحناه خلال النهار أو الأيام الموجود بالوضع المتخفي أو الوضع الخاص طبعا بتحلنا أنه نتخفي يعني ما يبين شو عاملين نحنا كهيستوري ما بيتعرف البراوزر علينا كآي دي طبعنا نحنا مين بس مش معناته فينا نكبس على روابط تأدينا أنه ينزل فيروس على الجهاز طبعنا هي ما بتحمينا من الفيروسز ما بتحمينا من البرامج الضارة اللي يمكن نحنا نفوت على وابسايت هو يكون هاكت الوابسايت إذا ما نحضر عم بحتي مطال عم نحضر فيلم يمكن عبر موقع إلكتروني هو مش ليجل من نوعينوني بالتالي هو فيه يكون هاكت هيدا الموقع أو عم يعطينا أعلانات كمانا هي فيها برامج خبيثة مش إذا فتنا بهذه الطريقة نحنا عم نحمي حالنا من هالبرامج أبدا في حال بدنا نطلع كمانا بطريقة تكون متخفية أو خاصة جدنا نستعمل وكمانا في موضوع آخر أنه كل شيء open wifi نحنا منفوت عادة نعتبر أنه فيه أضرار بينما هيدا السؤال دائما متداول أنه هي خطرة نفوت نستعمل شبكة شبكة انترنت مفتوحة كثير خطرة مش شوي كمانا في حال ولا بدنا نستخدم بدنا نفوت بVPN يعني virtual private network هنا إذا هيدو الحالتين بدنا أن نكون عم نشتغلون في عنا معلومات خاصة ما بدنا نشركها مضطرين بهذا الوضع بس الVPN ممكن تحمينه يعني مايا كل النقاط الأثرتية على قدر من الأهمية عن جدو تانكيو لألك لأنه عم بتفتحي لنا عيوننا وعقلنا على شيء يمكن نحنا مغيفلين عنه أو مش اخذينه بعين الاعتبار أهلا وسهلا فيك مايا زغيب خبيرة في العالم الرقمي والتسويق الإلكتروني إلى المزيد من اللقاءات شكرا لوقتك مايا أصدقائنا بريك زغير ونعود لنتابع ماكن متروحة لبعيد اشتركوا في القناة